مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارككم بالوصفه اللي درتها للحفلة تاع بنتي تاع المدرسة راها العطلة الشتوية وغادي قايد ديروا الحفلة وعطيتكم فكرة حاجة خفيفة سهلة اقتصادية توجد بالخف دجاراني نوجد فيها في الليل اهنا راها تسعة ونص تاع الليل تخيلوا بالخف قاع ما تعبتني موالو المهم غادي ديروا كي انا درت في البيت خلان كي ما تنجمو تديروا بالباتر هادي تنخدمها بالباتر وقعنا عارفوها وحاجة سهلة جيب يزوج بيدات على حرارة الغرفة تاعك كاس تاع السكر السكر هاده تاع متين ميليليتر ودرت مغرف صغيرة تاع لفاني ورشة تاع ملح ونحركهم على سرعة خفيفة نعاود نزيد السرعة حتى هادك السكر يدوب في البيت ويولي لي خليب فاتح اللون خدموا كل شي بالباتر واللي حتى بيدك بالفوي مبعد نجيب كاس تاع الماء كاس اللي كي بدينا به السكر نكملو به درت كاس تاع الماء وحطيتها وزد تكملت بديت نخلط شيرات الحفلة على المدرسة متكلفوش على رواحكم اللي ما تنجمش ما تديرش ماشي مشكل رسل يغي ولدك ولا بنتك المهم يستمتعوه بالحفلة والمهم يحسو باللي قراه وكملوه وتعب التحم المعلمة راهات كي ما نقولو راهيتقدر فيه هاده مكان اللي ما تقتش ما تتعبش روحه ومتكلفش على روحه المهم الشيرات جبت كاس تعزيت كاس تعزيت كبيته وانا في نفس الوقت راه نندرب من بعد هنايا كملت السوائل غدي نجيب مغرف كبيرة مايزينا اللي هي نيشا مغرف كبيرة مايزينا وهنايا صفيتها كي ما كنت قلت لكم قبل هاد المايزينا اللي شريتها بالميزان ضيف ونلقاه فيها حبة عدس حبة تعلو بيها باين ملحانت كان يخلط في هديك المغرف اللي يرفت بيها على بيها نصفيها من بعد درت حوالي كاس تع فارينا وعندي كيس ونص يعني 15 غرام فرفارة اللي هي خميرة الحلوة صاشية ونص وغدي نخلطهم غير خفيف هكا غير باش هديك المايزينا والفارينا يتخلطوا مع الفرفارة بسكو دروك سايا من نحتاج المالبانبان لباطر سنضع في الحلوة بالفرينا دروك نزيد في الفارينا نزيد حوالي كاس أخر أو نصف كاس لكيين فارينا اللي تنشف بالخف كأين زينا لنشف بالخف خلط غاية هذه الفارينة كما راكم تشوفوا غير بيدي هكا بالفوي وغادي نجيب بول نقلح فيه حوالي ربع مغارف كبار ولا تحت الخالط لرسائل شوفي نحتاجوا من هاد الخالط شوية باش نديروا فيهم بعد الكاكاو نقلح على جهة وهذا الخالط الفاني تاعي غادي نزيد لها الفارينة قلت لكم بالتدريج زيدوا الفارينة بالتدريج حتى تتحصلوا على الخالط تاع القوام تاع البيسكويت تاعكم شوفوا القوام كيفاش لازم يكون كاي بسكويت ولا موسكوتشو ولا المادلين هدا هو نخليها على جهة ونجيب هادك البول اللي خليت فيه شوية من هادك السائل نحط فيه مغارف كبيرة كاكاو المر ولا كاكاو المر ولا كاكاو المر بني ونخلطه مليح بني حلا كان هادك الكاكاو اللي حطيته صاي كيما انا هنا درتك المغرف تحصلت على هاد الخالط اللي نحتاجه كيما هك إليش تو خفيف بزاف تقدروا تزيدوا شوية فارينة المهم جبت انا المول تاع الموسكوت شو تاعي درت فيه شوية زبدة ودرت فيه الفارينة ونفطت قاح عليك الفارينة اللي لسقط في الزبدة حطيت نصف الخالط الفاني البيض نصف تاعه حطيته من بعد جبت من هادك الخالط تاع شوكولات الكحل تاع الكاكاو ونحطه في الوسط نحطها قاحة في الوسط على بالي بلي راكم تقولوا هاده مكان درتين مسكوت شو شوفو مسكوت شو طالع خفيف شباب سامش بس حضرت له تزيين شباب كيما يقولوا مسكوت شو نكمل قرايته تزيين درتها رائع المهم كملت هادك الكاكاو درتها في الوسط ونروح نجيب اللي بقالي من الخالط البيض ونغطي قاع هادك الكحل اللي كنا حطيناه ونغطي قاع كما راك تشوفي قلت لكم انسان ما يكلفش على يروحة صرتو انا كنت تعبانة وعيانة وفرشلانة بزاف ما قدت شباش ندير حاجة كبيرة ونزيد الحاجة اللولى والتالي الي خلتني ندير هاده موسكوت شو والطالب تعبنت هي قاتلي قاتليم قاتلي ديري موسكوت شوه وهو هش تديريق حاجة monitore كما يقول полاكال انديرها الرغبات تحا بويسك هذي الحفلة تحا关ها نضي لها رغبته اضع الخليط البيض اضع الخليط البيض وحاولت اضعه من الداخل الروخامي ويتخلط لك حل مع البيض كما هكذا الفور تاعك يكون ساخن يكون حامي الرف ديري في الوسط وحطي هذا يطب من التحت كتشوفه طلع غاية وطاب لك غاية في الاطراف الحمار اشعلي عليه ملفوق باش يديلك هذيك التحميره الخفيفه ملفوق المهم متفتحيش عليه لا تحليش الفور تاعك حتى تشوفه طلع غاية وبخيسك انشف هنا ايا دخلته وخرجته دروك كما ركي تشوفين خليه يبرد مليح مليح باش نديمو له باش ميتفتح هنا بردلي وقلبته شوفه كيديري الزبدة والفارينا ما يغبنكش يخرج على ماء طاب مليح مليح وشوفيش حال طالع لا لا طالع وكي البونج خفيف 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 انا هذي الوصفه قعمن بدلهاش هنا دوبت حوالي ستين غرام شوكولات اولي شوكولاتة بالحالي تبغي تدير شوكولات بيضاك حلا تاع البندق اللي بغيتي دوبتها ودرت لها شوية زيت خلطتها غاية درت لها زيت باش مديش قاسحة وكي نقطع مورسو تعموس كوتشو ما ينقردناش الشوكولات وحطيتها غاية ملفوك كما هكا راها تبري يشوفوا بهذاك الزيت ما تدير لكش بزاف شوكولاتة تديريها غير ملفوك وجبت شوية تاع الفارولة اللي فخاز قطعتهم هكا كل واحدة قطعتها على ربعة وزوقتها كما هكا ديري حاجة اللي بغيتي شوكولاتة النوع اللي بغيتيه تبغيت ديري نواة كوكو المربة المعجون بالنواة كوكو والتاني كون فيوتير والفوقه كوكاو يفي لي كي ما بغيتيه قطعت لك اللي عندك غير متكلفيش على روحك انا اللي كان عندي درتها درت الفراز ودرت تشينا وهادي نيما كتبغي نديرها انا بصح هي بنتي قاتلي ديريها ديريها درتها لوم هكا بويس كتاع صغار حفلة عبزوز احنا المعلمات تحهم ديرتها لهم بكري هدي نخليها تنشف ديرتها لهم اليوم الثلاثة على خاطرش المعلمة عندها صوالح غدواء ومغد صافين ما غاديش يزيدوا يقرؤ وكانت هدي هي النتيجة تاع القاطو اللي درتها البنتي درتها داك شوية نعناع في ال كي ما كنتم تشوفوا في تشينا باش تجي شابة والالوان تتخلط ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم والفكرة عطيتها لكم انا درتها لكم جاتا على قلبي من درت لهم الحفلة بكري باش نعطيكم الفكرة على بكري المهم حبيباتي ما عندي ما نقول لكم دروك أباغ استودعكم الله الذي لا تضل ودائعه ان شاء الله هنتلقوا في فيديو احد اخر السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة